طيب لو كنت مسؤول أمريكي لا استقلت علما أن هناك موظفين في مناصب عليا مختلفة في الإدارة الأمريكية استقلوا أيضا وكل ذلك بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل خاصة في حربها على غزة طبعا اللي استقلوا استقلوا لأنه صار واضح وضوح الشمس ذا لانحياز غير الموصوف من قبل واشنطن لتل أبيب حتى فيما تقترفه بحق المدنيين الفلسطينيين وما عادوا قادرين أنه يدافع عن الباطل لأنه انكشفت الأمور خصوصا أمام الرأي العام الأمريكي ومنهم استقلوا لأسباب إنسانية حتى أكون عادل لما شافوا من خلال الفيديوهات صور جثث الأطفال وشتى أنواع القتل والتدمير والتهجير فصار يصعب عليهم ترديد عبارة حق الدفاع عن النفس وباسمها العبارة يجوز التقطيل والتدمير والتهجير وإعدام الإرث التاريخي والحضاري من قبل كانت التصريحات الأمريكية والتسويغات والحجج التي تقدمها دفاعا عن حرب أو عملية عسكرية أو أي حدث تنطلع على كثيرين مثلا عندما قصفت أمريكا يوغسلافيا السابقة والعاصمة بالقراد سوغ ذلك بالكثير من الحجج منها الدفاع عن مسلمي البوسنا والهرسي اللي عمليا يستحقوا أنه حدا يدافع عنهم بس أنا عم بحكي عن الحج الأمريكي كمان لأنهم طبعا يتعرضوا للإبادة على يد قوات سرب البوسنا تحديدا طيب ما هو يوجد كمان مسلمين ومسيحيين يتعرضوا لإبادة وقتل منذ نحو تسعة أشهر طيب وينك يا أمريكا؟ وين جيشك لحتى الدافع؟ بل العكس قدمت الدعم لمرتكب الفعل بدلا من الدفاع عن الضحية يعني هذا مثال سريع عن ازدواجية المعايير والضحك على الذقون كما نقول في العمية وفي المثل خذوا أمثال أخرى المؤتمرات الصحفية للناطقين باسم الخارجية الأمريكية على التوالي وآخرهم ماثيو ميلر أكاد أجزم أكاد أجزم بأنه ولا سؤال يطرح عليهم بخصوص غزة استطاعوا أن يجيبوا عنه والدليل على ذلك ماثيو ميلر شوفوا الإرباك الواضح على وجهه وحتى أحيانا أنا بحس أنه ابتسامته لما يبتسم دليل على أنه عارف نفسه بيكذب وأنه لا يقنع الصحفيين بكلامه ومش مقنع نفسه أصلا خذوا مسؤولين آخرين اللي وينما راحوا ليقدموا ندوات أو يشاركوا بفعاليات بيتعرضوا للمقاطعات والهجوم اللفظي عليهم بطريقة لو كنت أنا مكان واحد منهم كان غدرت وما طلعت من بيتي لمدة شهر باختصار أمريكا تنهزم بكل رواياتها أمام رواية واحدة هي رواية الحق شكرا شكرا